بيبدأ الفيلم في المكسيك مع ولد صغير اسمه سانتياجو مونيز وبنشوفه وبيلعب كرة قدم مع صحابه في الشارع وبيبان إن سانتياجو موهوب جداً ونفسه يطلع لعب مشهور المهم في يوم بيصحي والده وبيطلب منه يجاهز شنطته عشان هيسافروا لأمريكا لأن الأوضاع في المكسيك أصبحت سيئة جداً وبعد عشر سنين بيكبر سانتياجو وبيكون قاعد بيستجم في حمام السباحة فبييجي والده يزعقله وبيطلب منه إنه يجيب المعدات بتاعتهم وبنعرف إن سانتياجو شغال عامل مع والده وبيروح كل يوم يلعب كرة قدم في أكاديمية للشباب وده عشان يحقق حلمه ويكون لعب مشهور وأول ما بيوصل الأكاديمية بيغير هدومه بسرعة لأنه عنده مطش مهم مع الفريق فبينزل سانتياجو الملعب وبيرفض الحكم إنه يخليه يلعب لأنه مش لابس واق القدم وده ممنوع في القوانين فبيحاول سانتياجو يتصرف وبيروح يقطع حتة كارتونة وبيعمل منها واق قدم وبيلبسها وبعدها بينزل الملعب وبيلعب حلو جدا لدرجة إنه بيرقص كل اللعيبة اللي قدامه وبيجيب أربعة تجوان وبيخلي فريق وقتها يكسب المطش وما بيرجع البيت بتسأله جدته عملت إيه في المطش وبتعرف إنه والده عاوز يشتير عربية عشان يشتغلوا عليها بدل هما بيشتغلوا عند الناس فبيقول لها سانتياجو إنه مش بيحب يشتغل مع والده أصلا وإنه عنده طموح أكبر من كده إنه يكون لعب كرة قدم المهم بالليل بيحط فلوس في جازمته عشان والده ما يخدهاش منه وبنعرف إنه بيحاوش فلوس عشان يسافر إنجلترا ويقدم في أي فريق إنجليزي لحد ما في يوم بيكون فيه واحد اسمه جلين موجود في نادي وبيشوف سانتياجو وبيلعب مطش مع فريقه فبيعجب بمهاراته جدا في كرة القدم فبيتكلم معاه بعد المطش وبيقوله إنه بيشتغل مستكشف مواهب الكرة وبيبدأ يسأله إنت هتلعب مطش تاني إمتى فبيقوله سانتياجو إنه عنده مطش مهم جدا يوم السبت فبيعرفه جلين إنه هيجي يتفرج عليه وإنه كمان هيجيب معاه واحد صاحبه بيشتغل وكيل أعمال في كرة القدم فبيفرح سانتياجو جدا وبيسيبه وبيمشي وبالليل بيروح بار وبيلعب بليارده مع واحد صاحبه وهناك بيعرف والده باللي حصل وبيفضل يحبط فيه وبيقوله الكرة اللي إنت عملت لعبها ديت مضيعة وقت على الفاضي والأفضل ليك بقى إنك تهتم بشغلك كعامل وتاني يوم بيروح جلين يتكلم مع صاحبه وبيبدأ يحكي له عن سانتياجو وبيطلب منه إنه يروح يتفرج عليه وبيلعب يوم السبت وذل إنه لعب موهوب جدا ويستهل يلعب في فريق إنجليزي فبيوافق صاحبه وبيوعده إنه يروح يوم السبت المهم في يوم الماتش بياخد سانتياجو البخاخة بتاعته هو بيطلع أصلا إنه مصاب بالربو ومش معرف أي حد وساعتها بيكون جلين موجود في الملعب وبيتصل على صاحبه لإنه لسه مجاش فبيكذب عليه صاحبه وبيقول أنا مشغول فبيتدايق جلين جدا وبيقفل معه المكالمة هو بيبدأ يتفرج على سانتياجو وبيلعب وطبعا بيكون منباهر بمهاراته لإن سانتياجو بيرأس كل اللعيبة اللي في الملعب وكمان هداف وبيجيب جوان كتير قوي ووقتها بتكون جدته بتتفرج عليه وبتشجع وهي فخورة بي وبعد ما ممطش بيخلص بيتكلم معه جلين وبيعتذر له عشان صاحبه مجاش يتفرج عليه وبيوعده إنه هيبزل كل جهده عشان يزهر موهبته للنور وكمان هيخليه يلعب في الدور الإنجليزي وما بيرجع شاقته بيتصل جلين على مدرب فريق نيو كاسل الإنجليزي وبيقول له أنا عرف شاب موهوب جدا اسمه سانتياجو بيلعب في فريق محل في أمريكا وبيطلب منه إن يدي الولد فرصة ويشوف موهبته فبيوافق المدرب وبيقول له هاد سانتياجو لملعب نيو كاسل في إنجلترا وبعدها بيقفل معه المكالمة فبيفرح جلين جدا وبيقول الخبر ده لسانتياجو وبيقول له قدامك شهر عشان تجيبي التذكرة وتسافر لملعب نيو كاسل وساحتها بيتعصب والد سانتياجو وبيطلب منه يبعد عن ابنه وما يملاش دماغه بأي كلام فاضي وبيعرفوا إن سانتياج ابنه مش هيسافر لإنجلترا أبدا بس سانتياجو بيكون متعصب جدا ومش موافق على كلام والده وبيرجع عشان يعدي الفلوس اللي مخبيها في الجزمة وبيكون فضله 400 دولار بس على 8 تذكرة فبيكرر سانتياجو إن يشتغل في مطعم بالليل وبيشتغل كمان مع والده الصبح عشان يجمع الفلوس بسرعة المهم في يوم بيرجع للبيت وبيلاقي إن الفلوس بتاعته مش موجودة في الجزمة فبيعرف إن والده أخذها وبيبدأ يسأله انت عملت كده ليه فبيقوله إن كمل عليها واشتره عربية عشان يشتغلوا عليها وبينصحه إن ينسى موضوع الكرة ده خالص ويركز في شغله أحسن فبيتعصب سانتياجو عليه وبيتعلم إنه شخص أناني وبعدها بيسيبه وبيمشي وفي الوقت ده بيعمل فريق نيو كاسل مؤتمر صحفي وبيعلنه عن انضمام لعب محترف اسمه جافن هاريس في مركز الهجوم وده لأن مستوى الفريق ضعيف جدا في الموسم ده وبعد إسبوعين بيرجع سانتياجو للبيت وبيتفاجئ إن جدته بتديله فلوس التسكرة وبتقوله سافري عم سانتياجو وحق حلمك فبيشكرها جدا على تشجيع عليه وبالفعل بيسافر لإنجلترا من غير ما يعرف والده وأول ما بيوصل بيتصل على جلين وبيعرفه مكانه فبييجي جلين ياخده وبيوديه شقة عشان يعد فيها مؤقتا وفي الصبح بيوديه النادي نيو كاسل الإنجليزي فبيتكلم مع المدرب وبيطلب منه يختبر موهبته فبيوافق المدرب وبيخليه يلعب مطش مع الفريق وده عشان يكرر إذا كان هيدمه ولا لأ وبسبب إن الجو بيمطر بيكون سانتياجو مش عارف يلعب الكورة وبيفضل يتزحلق وبيقع على الأرض فبيكرر المدرب إنه مش هيدمه للفريق وبيرجع سانتياجو لبيته ومحبط وبيكرر إنه يرجع أمريكا مرة تانية ولكن جلين بيروح يقابل المدرب في المطعم وبيشرح له لسانتياجو فشل في الاختبار لأنه ما تعودش يلعب في المطر وبيقوله ادي الولد بس فرصة تانية لأنه فعلا موهوب فبيوافق المدرب بشارط إن سانتياجو يتضرب لمدة شارط مع فريق الدرجة الثالثة وساعتها يكرر بقى إذا كان موافق يضمه للفريق الأساسي ولا لأ وما بيرجع عجلين للبيت بيحكي لسانتياجو على كل اللي حصل وبيقوله دي فرصتك الأخيرة فبيفرح سانتياجو جدا وبيروح يتضرب مع فريق الدرجة الثالثة وبيبذل كل جهده عشان ينجح في الاختبار ويحقق حلمه وفي يوم بيروح يعمل الكشف الطبي وبتسأله الممرضة روز لو كان عنده أي مشكلة في التنفس فبيرفض يعرفها إن عنده رابو عشان ما يطلتش من النادي وما بيكمل التدريب بتاعه بيشوفه المدرب وبيلعب وبيرقص كل اللعيبة لكنه بيكون أناني ومش بيباصل أصحابه فبينادي عليه المدرب وبيشرح له إن كورت القدم دي لعبة جمعية وبتعتمد على التعاون وأنه لازم يفكر في الفريق اللي معاه يباصلهم عشان يكسبوا الماتش وتاني يوم بيكون فيه ماتش مهم جدا بين نيو كاسل وتشيلسي ولازم يكسبوا الماتش ده وماتشين كمان عشان يتأهلوا الدوري أبطال أوروبا واللي تعتبر أهم بطولة في أوروبا كلها فبيروح سانتياجه وقتها يتفرج على الماتش المدرجات بحكم يعني إنه لسه ما نضمش للفريق وما بيبدأ الماتش بيكون أداء نيو كاسل سيء جدا لكنهم بيجيبوا جنف آخر دقيقة وبيكسبوا الماتش بصحوبة وفي يوم بيتضرب سانتياجه الواحده لمدة 8 ساعات متواصلين فبيشوف المدرب وبيحس أن ولد مكتهد ويستهل يكون في الفريق وبعد شهر بيتفاجئ سانتياجه إن اسمه أخيرا مكتوب في قيمة اللعيبة اللي نجحه في الاختبار واللي هينضمه للفريق الاحتياطي للنادي فبيفرح جدا وبيروح يتكلم عن مردة روز وبيتعرف عليها أكتر وبيبن كده إنهم معجبين ببعض وتاني يوم بيكون عنده ماتش مهم جدا فبيطلع بخاخة الرابو عشان ياخدها قبل ما يلعب ولكن البخاخة بتقع منه على الأر وبيدوس عليها للأسف واحد من زميله وبيكسرها له لأنه بيغير منه وبيكرهه فبيضطر سانتياجه للأسف إنه يلعب من غير ما ياخدها وللأسف بيتعب جدا وما بيكونش مركز في الماتش فبيخرجه مساعد المدرب وبيروح يتكلم معاه بعد الماتش وبيقوله أنت مطرود يا سانتياجو فبيتضايق جدا وبيروح لبيت روز الممردة وبيبدأ يحكي لها عن كل اللي حصل وبعدها بيمشي وبيركب تاكسي عشان يروح المطار ويرجع لأمريكا المهم وقتها بيكون عارس مهاجم فريق نيو كاسل خارج من شاقته وبيلاقي للأسف إن العربية بتاعته متكلبشة فبيوقف التاكسي اللي سانتياجو راكب فيه وبيروح يركب معاه وما بيعرف إن الطرب من نادي بيقرر يساعده وبيروح يتكلم مع مدرب وبيطلب منه وبيقوله ادي فرصة تانية لسانتياجو وبيشرح له إنه ملعبش كويس عشان تعب لإنه مصاب بالربو وكان مخب الموضوع ده عن النادي عشان ما يطاردش منه فبيأضع مدرب وبيعرف سانتياجو إن الربو دوت مش مرض خطير ولا حاجة هو بيقوله ما تقلقش لإنه سهل يتعالج وبيكرر ساعتها إنه يديله فرصة تانية ويرجعه للفريق فبيفرح سانتياجو جدا وبيروح يلعب مع الفريق الاحتياطي والمراضي بيكون أداءه كويس جدا وبيجيب جوان كتيرة وفي يوم بيتصل على والده عشان يتطمن عليه فبيرد عليه أخو الصغير وبيعرف إن والده مش عايز يكلمه لإنه متضايق منه فبيزعل سانتياجو لإنه كان فاكر إن والده هيكون فخور بيه وما بيرجع التدريب كده اضطرب من نادي بس بيتفاجئ إنه مساعد المدرب بيقوله أنت تشلت من قايمة الفريق والسبب في كده إنك نجحت في الاختبار واتنقلت للفريق الأساسي وهتلعب كمان معهم مطش مهم يوم السبت وفي يوم المطش بيبدأ فريق نيو كاسل يلعب وبيكون سانتياجو وقتها قاعد في دكة الاحتياط وفجأة بيتصاب لعب خط الوسط فبيكرر المدرب إنه ينزل سانتياجو مكانه فبيفرح سانتياجو وبيكون والده قاعد في البار في أمريكا وبيتصدم ساعتها أول ما بيشوفه على التلفزيون والأول مرة بيكون فخور بابنه وبيقول للناس ده ابني وبيتمنى إنه يجيب جول وما بينزل سانتياجو الملعب بيرقص كل الفريق وبيكون كل الجمهور منبهرين بمهاراته العالية لكنه كالعادة بيكون أناني ومش بيباصل زميله وأول ما بيوصل لخط 18 بيكعبله واحد من الفريق المنافس فبياخد ساعتها ضربة جزاء فبيشوتها هارس مهاجم الفريق وبيقدر يجيب جول وبيقدر نيو كاسل يكسب المطش دوت وساعتها بينادي المدرب على سانتياجو وبيحذره إنه يطرده من الفريق لو ما بصاش لزميله مرة تانية المهم بعد المطش بيعزمه هارس في البار وبيبدأ يعرفه على 2 من نجوم ريال مدريد والنجوم دولت يبقى زين الدين زدان ورؤول المهم في يوم بيروح سانتياجو التدريب وبيلاقي نجليم مستنيه وبيقوله جدتك عاوزة تكلمك وبيروح للمطار عشان يسافر لجدته وهناك بيودع جلين وبيشكره لأنه كان مؤمن بموهبته بس قبل ما يركب الطيارة بيرجع في قراره وبيروح للتدريب وهناك بيسأله المدرب انت رجعت ليه فبيقوله سانتياجو إنه افتكر والده لما كان بيحبطه طول الوقت وما كانش يحاوز يخليه يلعب كورة وساعتها قرر لوحده إنه يبزل كل جهده عشان يحقق حلمه مهما كانت المصاعب وبالفعل بيبزل كل جهده وبيفضل يتضرب لوحده في الملعب لفترة طويلة فبيروح المدرب يتكلم معاه وبيقوله يرتاح لإنه يلعب أساسي في المباراة الجاية وبنعرف إن المباراة دي تبقى المباراة الهائية اللي هتكون ضد فريق ليفربول فبيفرح سانتياجو وبيروح يبلغ جيلين بالخبر دوت وبيطلب منه إنه يجي يتفرج على المطش وفي يوم المباراة بيلعب سانتياجو ومتحمس وبيرقص كل اللعيبة وعلى عكس كل مرة بيروح يباصي الهارس فبيجيب جون وبيفرح كل جماهير نيو كاسل وما بتيجي ضربة روكنية الفريق ليفربول بيقدروا يجيبوا منها جون وبيتعدلوا معاهم فبتضعف مع نويات الفريق وبيسجل ليفربول الجون التاني واللي بيسجل الجون هو اللعب المشهور ستيفن جيرار وما بتيجي الكورة سانتياجو بيرفع الكورة الهارس وبيخليه جيب الجون التاني وبيكون المدرب فرحا جدا بأداءه ووقتها بيكون الوقت قرب يخلص وفاضل تلت دقيق بس على انتهاء الشوت التاني وما بيقرب هارس من خط 18 بيكعبله واحد من مدفعين ليفربول فبيحسب الحكم فاول لصالح نيو كاسل فبيكرر هارس ان يخلي سانتياجو هو اللي يشوت الفاول دوت وبيتكون جدته أخوص صغير بيتفرجوا عليه وبيشجعوه فبيشوت سانتياجو الفاول وبيجيب جون خرافي وبيكسب فريق نيو كاسل وبيتأهله بسببه لدوري أبطال أوروبا وطبعا الجماهير بيكونوا فرحانين جدا بيه وبيهتفوا باسم سانتياجو وبعد المطش بتجيلهم كلمة من جدته وبتحنيه وبتقوله ان والده قبل ما يموت كان بيتفرج عليه وبيشجعه فبيفرح سانتياجو وبيحسب الانتصار وبيقرر يكمل حلمه ويفوز بالدوري أبطال أوروبا وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وساعتها برشلونة بيكون كسبان ريال مدريد 3-0 وده بخيادة السحر نولدينيو أحسن لعب في العالم وقتها وبعد فترة بيكون مدرب ريال مدريد قعد في مكتبه وبيتفرج على لعب صاعد في النادي نيو كاسل الإنجليزي اسمه سانتياجو مونيز وبيكون منباهر جدا بمهاراته في قرد القدم المهم في الوقت ده بيرجع سانتياجو للبيت وبتتكلم معه حبيب تروز بخصوص معاد فرحهم فبيروحوا يقعدوا في مطعم عشان يتفقوا على المعاد وهناك بييجي جلين مدير أعمال سانتياجو وبيتكلم معه على انفراد وبيعرفوا ان ريال مدريد عاوزين يتعاقدوا معاه ويضموا للفريق فبيفرح سانتياجو جدا لانه كان نفسه يلعب في ريال مدريد وبيسافر اليابان مع جلين عشان يقابل بيريز رئيس النادي ويبدأ يتفق معاه المهم في طريقهم بيقولوا جلين ان ريال مدريد كاسبان دوري أبطال أوروبا تسع مرات قبل كده وانهم طبعا أحسن فريق في العالم كله لانه بيلعب فيه أبطال العالم زي بيكهام وورنالدو الظاهرة وزين الدين زيدان وكمان صاحبه هارس اللي كان بيلعب معاه في النادي نيو كاسل المهم بعدها بيروح سانتياجو يقابل بيريز رئيس ريال مدريد وبيتفق معاه انه ما يمضى عقد انضمامه لريال مدريد بكرة وده لان بكرة آخر يوم في سوق الانتقالات وطبعا لما مضاش بكرة مش هيعرف ينضم للفريق غير بعد فترة طويلة فبيروح سانتياجو يقعد في البرم عجلين عشان يقعد يفكر في الموضوع والساعتها بيجي صاحبه هارس وبيتكلم معاه وبيقوله انه اي لعيب في العالم بيحلم يلعب في ريال مدريد ودي فرصة كبيرة ليه فبيقوله سانتياجو انه متردد جدا لان حياته كلها في انجلترا وكمان خطيب طروز ممكن ترفض تعيش في اسبانيا ده غير ان خايف كمان يقعد على دكة البودلاء في ريال مدريد لان الفريق فيه لعيبة كتيرة احسن منه بمراحل فبيجي مدرب ريال مدريد وبينصحه مايرفضش العرض دود وانه يحاول يقنع حبيبته انها تعيش معاه في اسبانيا فبيبدأ سانتياجو مونيز يقتنع بكلامه وبيكرر يمضع عقدة مع ريال مدريد لمدة سنتين وبعدها بيروح يتصل على الروز عشان يعرفها لكنها بتكون مشغولة في المستشفى لانها بتشتغل ممرضة وما بيرجي على انجلترا بيكون كل جماهير نيو كاسل مستنيينه في المطار وبيتحيلوا عليا عشان ما يمشيش من الفريق لانه احسن لعب في النادي وساعتها بتكون روس في المستشفى وبتعرف من الاخبار انه تنقل لريال مدريد وبتتدايق جدا عشان مقلهاش فبيروح لها المستشفى وبيشرح لها انه اتصل بيها اكتر من مرة لكنها ما رضتش عليه وبيبدأ يترجاها انها تيجي معاها لأسبانيا لان ريال مدريد فرصة الوحيدة للنجومية عشان يكون افضل لعب في العالم لكنها بترفض وبتقول انا بحب انجلترا وانها مش هتقدر تسيب شغلها ودراستها وتعيش معاها في أسبانيا لكنها بتقوله انها هتضحب كل ده لانها بتحبه وهتسافر معاها أسبانيا بشرط انها ترجع انجلترا في الاجازات ولازم يرجع معاها فبيوافق سانتياجو وبيسافر ريال مدريد وهناك بيتعمله مؤتمر صحفي وبيتكلم فيه عن مدى حبه لريال مدريد وساعتها بيكون فيه واحدة أسبانيا اسمها روزا بتشتغل في بار وبتتفرج عليه من التلفزيون وبتكون مصدومة جدا وبيبان كده انها تعرفه المهم تاني يوم بيبدأ دور أبطال أوروبا وبيكون فيه معطش مهم بالريال مدريد ونادي أولمبياكوس اليوناني وبيكون سانتياجو قاعد على دكة البودلاء وبيتمنى ان الفريق بتاعه يفوز في المباراة وده لان ريال مدريد بقاله أكتر من أربع سنين مش بيكسب دور أبطال أوروبا ولازم السنة دي يكسب البطولة وقتها بيكون صاحبه هارس هو مهاجم الفريق وبيضيع أجوان كتير قوي فبيتدايق منه الجمهور وبيفضلوا يشتمون وده لان بقاله 14 ماتش ما جابش فيهم جن واحد فبيكرر المدرب وقتها يطلعه وبيدخل سانتياجو مونيز وساعتها بيتحمل سانتياجو جدا لدرجة انه بيجيب جن في آخر دقيقة في الماتش وبيفوز ريال مدريد بسببه وقتها بيكون فيه ناس بيتفرجوا على الماتش في البار وفرحانين جدا فبتشوف روزا ابنها انريكي وعمال يسرق المحافظ من الناس وهم مشغولين في الماتش فبتروح تتكلم معه بتقوله ان اللي بيعمله ده غلط وطالما هو بيحب الكرة يبقى لازم يعافر عشان حلمه لحد بقى ما يبقى لعيب كبير زي سانتياجو مونيز وبتبدأ اتعرفه سر خطير جدا وبتقوله انها ام سانتياجو لكنه ما يعرفش انها عايشة لان والد سانتياجو كان قايله انها ماتت لما كان والد صغير فبيتصدم انريكي وما بيكونش مسدق ان سانتياجو مونيز يبقى اخوه وبعد فترة بيلعب سانتياجو مطشط كتير مع الريال وبيجيب جوان خرافية وبيبدأ يتشهر وجمهور الريال بيحبه لحد ما في يوم بيشتري بيت كبير في اسبانيا وبياخد خطيب طروز عشان يورهولها وبعدها بيروح يمضل الاطفال اللي بيحبوه وبيكون اخو انريكي واحد منهم وبيحاول ينادي على سانتياجو عشان يعرفه ان اخوه ولكن سانتياجو ما بيكونش شايفه نهاي وما بيجي معاد المطش التالت لريال مدريد في دور الابطال بيقدر بيكع موقتها يجيب الجول الاول بس للأسف الفريق المنافس بيجيب فيهم جون التعادل وكالعادة بيضيع هارس جوان كتير قوي وبيكون الجمهور متدايقين منه وبيطلبه من مدرب وقتها ينزل سانتياجو مكانه وبالفعل بيخرج المدرب هارس وبينزل سانتياجو مكانه وبيقدر وقتها يجيب هدف الفوز لريال مدريد وما بيدخل اللعيبة لغرفة الملابس بيقعد هارس لوحده ومتدايق بسبب ادايه السيئ فبييجي سانتياجو يتكلم معاه وبيحاول يواسيه وساعتها بيجي مدرب وبيحدد هارس ان لو في المستوى سيئ بالطريقة دي هيقعده على دكة البودلاء فبيتكلم معاه سانتياجو على انفراد وبيطلب منه يخليه لعب اساسي وده لانه زيء من الاعداء وده لانه زيء من الاعداء على دكة البودلاء ولكن المدرب بيرفض وبيقوله انه هيخليه لعب اساسي لما يحس انه جاهز بدنيا ولازم جسمه يستحمل انه يلعب 90 دقيقة كاملين المهم في يوم بيتصل سانتياجو على خطيب تروز وده عشان يتطمن عليها لانها سفت انجلترا فبتقوله ان عمها توفى ومضطرة تقعد شوية في انجلترا لحد ما حالتها النفسية تتحسن فبيتدهي سانتياجو جدا وبيقرر يروح التدريب المهم في طريقه بيوقف اخوه انريكي وبيوريلي صورة والدته وبيقوله ان يبقى اخوه ولكن سانتياجو بيتجهل كلامه وبيكون مش مسده وقبل ما يمشي بيرميله انريكي صورة والدته في العربية وبعد فترة بيرجع البيت وبيلاقي ان روز مستنياه وجات عشان تلطمن عليه وبيقولها ان عمره ما شاف والدته وما يعرفش شكلها لحد دلوقتي عامل ازاي وبيعرفها ان بعت الصورة دي لجدته وده عشان تعرفه اذا كانت دي والدته فعلا ولا لا فبتتصل بيجدته وبتقوله ان دي تبقى والدتك فعلا وانها سابت والده بعد ما خلفته وهربت على اسبانيا ومردتش تعرفه على الحقيقة دي عشان ما يدورش عليها لانها ما تستحقش تكون ام فبيتدهي سانتياجو وبيكون عاوز يواجه والدته بالموضوع وده عشان يعرف منها هي ليه تخلت عنه وتاني يوم بيكون عنده ماتش مهم جدا ضد فريق فالانسيا والاول مرة هيلعب اساسي في الفريق ولكن بيكون سانتياجو مش مركز بسبب موضوع والدته وبيفضل يضيع فجوان وكمان بيكعب الواحد من فريق فالانسيا وبياخد طرد فبيخرج من ملعب وبيكون متعصب جدا وساعتها الماتش بيتصعب على ريال مدريد لانهم بيلعبوا نقصين واحد بس الحصن حظهم بيجيب هاريس جون وبيكسبوا الماتش بصعوبة المهم في تاني يوم بيصحى سانتياجو وبيتفاجئ انه تأخر على الطيارة لانه مفروض يسافر النرويج مع فريق ريال مدريد وده لان عندهم ماتش مهم جدا في دورة ابطال اوروبا وساعتها بيتعصب عن رزخة طيبته عشان ما صحتهوش وبيروح يركب طيارة بسرعة وبيلحق الماتش متأخر ولكن المدرب بيعاقبه وبيخليه يقعد على دكة البودلاء ومايلعبش اساسي المهم بعد ما ماتش بيخلص بيجي جلين مدير اعماله عشان يتكلم مع سانتياجو وبيعرف انه مدرب فرض عليه غرامة قيمتها 20000 دولار بسبب انه جيل ماتش متأخر فبيبدأ سانتياجو يتعصب عليه لانه طول الوقت قاعد في انجلترا وما بيكونش قاعد معه في اسبانيا عشان يدير له اعماله فبيتداق جلين جدا من كلامه وبيسيبه وبيمشي وما بيرجع سانتياجو للبيت بيلاي ان خطيب تروز سايباله رسالة وبتقوله فيها انها رجعت انجلترا وبتطلب منه يجي لها في الكريسماس عشان يحتفله هما الاتنين سوا وساعتها بيلاي ان صاحبه هارس جاي يبات معاها وبيروح هما الاتنين يلعبوا الكورة في الجراش وفجأة ساعتها بيقع سانتياجو ورجله بتتكسر وما بيروح للنادي بيقرر مدرب يعاقب على استهتاره وبيمنع وقتها ان يسافر انجلترا في الكريسماس فبيتصل سانتياجو على روز عشان يحكي لها كل اللي حصل لكنها بتتدايق منه وبتفتكر انه بيجذب عليها عشان ما يسافرش الانجلترا المهم في يوم بيخرج بالعربية وبيشوف اخو انريكي فبيركبه معاه عشان يوصله البيت ويشوف والدته ولكن انريكي بيسرق شنطته وبيطلع هيجري واول ما بيرجع البيت بيفضل يفتش في الشنطة فبتقي والدته بتزعقله وبتاخد منه الشنطة وبتقوله يبيض عن سانتياجو ما يتعلقش بيه لانه مستحيل يعترف النخوه وساعتها بينهار انريكي من العياد وبيفضل يقطع في السور سانتياجو اللي معلقها على الحيطة وبعد فترة بيخف سانتياجو وبيروح بار عشان يستمتع بوقته مع صحابه بس هناك بيعرف من الامن ان اخو انريكي سرق عربيته فبيخرج عشان يمنعه ولكن انريكي بيتجهله وبيمشي بالعربية فبيركب سانتياجو تكسي بسرعة وبيخلي السواء يمشي وراه لحد ما بيلاقي عمل حدثة بالعربية وبيروح ينقله للمستشفى وهناك بتحقق مع الشرطة عشان يعرفوا اللي حصل بس بيرفض سانتياجو يعرفهم ان انريكي سرق عربيته عشان ما يحبسهوش وفجأة بيلاقي صحف بيصوره عشان يفضحه في الجرايض فبيتحص بسانتياجو وبيروح يضربه وبيكسر له الكاميرا بتاعته فبيمسكه الزباط وبيحبسوه وساعته بيتصل على جليم مدير اعماله وبيطلب منه يخرجه من السجن بس جليم بيرفض وبيعرفه انه مش هشتغل معاه تاني والسبب في كده ان سانتياجو تعصب عليه وزعق له المهم في تاني يوم بيجي مسؤولين من نادريال مدريد وبيخرجه من السجن وبيعرف ان الصحف اللي ضربه انتخم منه ونزله صورة ليه في الجرايض مع بني فبتشوف خطيب تروز السورة وبتتصل بيه ويا منهارة وبتكرر ساعتها انها هتنفصل عنه فبيتداق سانتياجو وبتطر يرجع التدريبات مرة تانية وده لان عنده ماتش مهم جدا في نص نهائي الدورة ابطال اوروبا والماتش دوت ضد اليون الفرنسي وما بيبقى ماتش بيقدر هاريسي ييب جون وبيكون اداءه تحسن بس المدارب بيحس انه تعب فبينزل سانتياجو مكانه وفي اخر ديئة من ماتش بيقدر سانتياجو ييجيب جون الاخير فبيتقاح الريال مدريد للنهائي المهم تاني يوم ما بيصحى بيلاي الصحفيين وقفين قدام بيته عشان عاوزين يعملوا مع القار فبيشوف عربية النظافة وبيتنكر في زي عامل وبيركب مع العمال وبيخرج من غير ما الصحفيين يشوفوه وبعدها بيروح للمنطقة اللي عايش فيها والدته وبيفضل يسأل عنها الناس وبيوريهم صورتها لحد ما بيقوله واحد انه يعرف مكان البار اللي هي بتشتغل فيه وهيقوله مكانها بشرط انه يخب منه الساعة بتاعته فبيوافق سانتياجو وبيديله الساعة وبعدها بيروح يقابل والدته وبتحضنه ويبتعيط فبيقعد سانتياجو يتكلم معها وبيبدأ يسألها انت ليه تخليتي عني وانا صغير فبتبدأ تحكيله انها لما كانت متجوزة والده فيه اتنين تهجموا عليها في الشارع وكان من ضمنهم عمه اللي هو خبوه وبعد الموقف دوت قررت انها تسيب والده وتمشي ومعرفتهش على اخوه عمله عشان ما تعملش مشكلة ما بينهم واما حاولت تتصل بوالده عشان تطمن عليه ووالده مناعه انها تكلم سانتياجو مرة تانية وبلغها وقال لها انا عرفت سانتياجو ان انت مدتي فبيقول لها سانتياجو انه بيحبها ومش هيقدر يستغنى عنها وبعد شوية بتاخده وبتفديل اخوه صغير انريكي وبيروح يلعب معه كرة في الشارع وبيكون اخوه مبسوط جبا وما بيرجع البيت بيلاقي ان صاحبه هارس في الحمام وبيعرفوا ان عقده خلاص قرر بينتهي مع ريال مدريل وخايف دلوقت انهم ما يجددلوش العقد بسبب ان جسمه خلاص ما بقش يستحمل يلعب مباراة كاملة ولكن سانتياجو بيحاول يوسيه وبعدها بيروح النادي وبيبدأ يتكلم مع مدرب وبيطلب منه انه خلي هارس يلعب مطش النهاي وده عشان يثبت نفسه الرئيس النادي ويخليه جددلو العقد فبيوافق مدرب وبيروح سانتياجو عشان يبعد رسالة صوتية لحبيب تروز وبيعتذلها على كل اللي عمله وبيترجع انه يترجع له المهم تاني يوم بيبدأ مطش النهاي في دورة ابطال اوروبا بين ريال مدريد وفريق ارسنال وفي الوقت ده بيكون ارسنال فريق قوي جدا لانه بيلعب فيه اساطير مهمة زي اللعب الفرنسي تيري هونري واثناء المباراة بيكعب الهارس واحد من لعيبة ارسنال قدام التمنتاشر وبياخد اللعب دوت ضربة جزاء فبيشوت اللعب الكور على كاسياس حارس الريال وبيقدر يجيب جون وبيكون كل جماهير الريال خايفين يخسروا المطش وما بيخلص الشوت الاول بيتكلم المدرب مع هارس وبيلوموا عشان اداءه السيء في المطش وبيعرفوا انه ينزل سانتياجو في الشوت التاني عشان يلعب مواجم معاه ولازم يكسبوا المطش دوت باي شكل من الاشكال وبالفعل بينزل سانتياجو للشوت التاني ولكن لعيبة ارسنال بيكون اداءهم حلوة جدا وبيقدر مهاجمهم هنري يجيب الجون التاني في الريال وبتكون النتيجة 2-0 للارسنال فبيبدأ لعيبة الريال يحسوا باليأس وبيكون اداءهم سيء جدا لدرجة انهم بيدوا ضربة جزاء تانية لفريق الارسنال لكنها الحصن الحظ بتيجي في العرضة وبيخدها سانتياجو وبيرفع الارس اللي بيكون لوحده في الهجوم واخيرا بيقدر هارس يجيب الجون الاول فبيتحمس باقي الفريق وبيجيب سانتياجو الجون التاني وبيقدر اخيرا يتعادل مع ارسنال بصعوبة وقبل ما الماتش يخلص بيجي فاول لريال مدريد في اخر دقيقة فبيشوتوا باكهم وبيجيب الجول التالت واخيرا بيفوز ريال مدريد وبيتم تتويجو بدور ابطال اوروبا للمرة العشرة وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة اعملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة